بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شهور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فكما وعدناكم في الحلقة الماضية من هذه الحلقات الرمضانية التي تبث عبر أثير قناة الندى المباركة تكون هذه الحلقة في معرفة القراءات طبعا القراءات يعني علم كبير وليس المرادها هنا أننا نعطيكم يعني أساسيات العلم وفروع هذا العلم أو ما يقال له التأصيل والفرش لا المقصود به هنا أن تعرف شيئا يا أخي المسلم يا أختي المسلمة عن معنى القراءات لأننا نسمع الكثير من القراء يعني يأتون بالآية بوجه ويأتون بوجه آخر وهذه أوجه في الأداء ابتداءا نحن نقول هذه القراءات سواء كانت خمسة ولا سبعة ولا عشر ولا أربعتاشة ولا سبعين أيًا كانت كلها أوجه في الأداء على حرف واحد وهو حرف قريش يعني ليس القراءات السبعة هي الأحرف السبعة لكن لما جاء ابن مجاهد وعمل القراءات أو قراء السبعة يعني كأنه تيمن بالحديث الذي فيه إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف الله سبحانه وتعالى يقول وقرآن انفرقناه لتقرأه على الناس على مكثن ونزلناه تنزيل ويقول الله تبارك وتعالى ولقد يصرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فكرأوا ما تيسر منه وجمع الصحابة القرآن على حرف واحد في عهد عثمان وحرقوا باقي المصحف لما أرسل عثمان إلى أم المؤمنين حفصة أن أرسلي بالصحف ننسخها في المصاحف أمر اللجنة المكونة من زيد ومن الثلاثة القراشيين سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام وعبد الله بن زبير أن ينسخوها على حرف قراش فنسخوها راعوا راع الصحابة في ذلك أن يكون الرسم موافقا للقراءات التي تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني باديا ذي بد ما في قراءة من القراءات إلا ولها إسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القراءات السبع المتواترة أو من قراءة العشر قراءات لها أسانيد صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن كنا نقول مثلا هذه قراءة حفص عن عاصم أو هذه رواية الكسائي أو رواية حفص عن عاصم أو رواية شعبة أو قراءة أبي عمر بن العلا أو 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 فليس معناه أن هذا قراءته هو لا له أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل هذه القراءات موثقة بالإسناد الصحيح بل وبالمتواتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت القراءات في حرف قريش على شكل أوجه الأداء فلذلك يعني الصحابة وثقوا ذلك في المصاحف يعني لما يكون في بعض هاءات أو لمات أو ووات في قراءة دون قراءة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يكتبوها هكذا في مصحف نقولنا أن المصاحف على الأقل خمسة المصحف الإمام عند عثمان ومصحف العراق وفي الشام واليمن ومصر فيكتبوها في مصحف ويكتبوها بشكل آخر في مصحف آخر على حسب الرواية الصحيحة عن النبي ها هنا والرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا جاء كان اتصلت الرواية لنا بالقرآن من الخلفاء الرشدين عن عثمان وعن علي وجاءت عن ابن مسعود وأبي زيد وعن أبي موسى الأشعري وأبي الدرداء هم الصحابة الذين أكثر الأسانيد الموجودة الآن تصل إليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زالت تطلقاها الأمة جيلا بعد جيل يعني التابعون أخذوا من هؤلاء الصحابة السبعة ومن غيرهم ثم بعد ذلك ورثوها إلى تابع التابعين ثم ورثوها إلى من بعدهم إلى أن وصل القرآن لنا هذه القراءة الثابتة لا يصح الإنسان أن يتجاوزها أو أن يزيد عليها لما كثر الاختلاف فيما يحتمله الرسم فبدأ أهل الأهواء يقرؤون بقراءات غير ثابتة يعني مثلا تعرفون من ينكر رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة أو ينكر أن الله كلم أو يتكلم ويقول القرآن ليس بكلام الله يعني مثل الجهمية والمعتزلة وهذه الفرق الضلة فجاء بعضهم إلى أبي عمر وقال له أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما طبعا نحن نقرأها وهي في المصحف وكلم الله فلفظ الجلالة واسم الجلالة هو الفاعل يعني كلم فعل ماضي واسم الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم الهائتة الدبا الله هائل الله مضمومة فهو يريد أن ينصبها يكون موسى هو الذي كلم الله وليس أن الله هو الذي كلم موسى حتى قله أبو عمر فما تقول في قول الله تعالى وكلمه ربه فبهت هذا المبتدع المهم أنهم أرادوا أن يغيروا في طريقة الأداء في قراءة الرسم هؤلاء المضلون كذلك مثلا في قول الله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضبة جاء الرافضة قالوا المضلين يريدون أبا بكر وعمر وحاشاهم أن يضلوا بل الله سبحانه وتعالى حفظ بهم هذا الدين إذن هناك كان أمور شديدة في نفوس هؤلاء المبتدعة ليغيروا القرآن على الرسم الموجود فعندئذ اجتهد العلماء في ضبط الأداء إذن القراءات هي في الأداء أداء لما هو مكتوب في المصحف ولذلك صنف فيها كبار العلماء صنف فيها أبو عبيد القاسم بن سلام وكثير أيضا صنفوا حتى جاء الإمام أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد توفي ثلاثمية أربعة وعشرين جمع سبعة قراء يعني تيمنا بالأحرف السبعة هؤلاء القراء ممن اجتمع فيهم الأمانة مع الأداء الصحيح مع الإسناد العالي وسمى كتابهم بالقراء السبعة القراء هم من أهل المدينة أخذ نافعا نافع المدني ومن أهل مكة كان ابن كثير من الشام ابن عامر من البصرة أبو عمر ومن الكوفة أخذ ثلاثة عاصم عاصم ابن أبي النجود نحن نقول نحن قراءة حفص عن عاصم هو هذا عاصم والكسائي وحمزة الكوفي جمع القراء السبعة باعتبار أن الأمة أجمعت على تلقي رواياتهم بالقبول ثم لكل قارئ منهما كان له راويان من الرواه أما يكون سبعة ولهم كل واحد اثنين يعني المفترض يكون عندنا عشرين راوي طبعا هي واحد وعشرين بس في الدوري بيروي عن اثنين فهي عشرين راوي يروي عن السبعة وضبطت مصنفات كثيرة كما نسمع مثلا المصنف الشاطبية حرز الأماني هذه في ضبط القراءات السبعة أو مصنف ابن الجزري الجزرية طيبة النش وهكذا إذن هذه المصنفات التي موجودة وطبعا غيرها كثير سواء كان منثورا بالناثرة أو كان منظوما على الشعر بحر الرجز القراءات منها الصحيح يعني قراءات الموجودة منها الصحيح ومنها الشاذ وضبط العلماء شروط القراءة حتى نفرق ما بين القراءة الشاذة وما بين القراءة الصحيحة القراءة الصحيحة لابد لها من ثلاثة شروط الأول صحة الإسناد بعضهم يقول بالتواتر الشيء الثاني أن تكون موافقة لرسم المصحف لأن هذا الرسم أجمعت عليه الأمة والشيء الثالث أن تكون هذه القراءة موافقة للغة العرب الحقيقة يعني ممكن نقول مسألة موافقة الرسم المصحف سيندرج فيها الثالث وهو موافقة لغة العرب لأنه ما يوجد عندنا قراءة يعني توافق رسم المصحف بصحة الإسناد وتكون مخالفة للغة العرب جمع العلماء هذه الشروط الثلاثة فنزلوها على كثير من القراءات فوجدوا بعض هذه القراءات تكون يعني خارجت عن هذه الشروط ممكن تكون قراءة شاذة منها القراءة المدرجة وهي أصلا هي ليست قراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي قراءة تفسيرية أدرجت للتفسير والبيان ليس عليكم جناح أن تبتووا فضلا من ربكم في مواسم الحج في قراءة عن ابن عباس أو في رواية عن ابن عباس في مواسم الحج يعني سمعت منه كأنها قراءة وإنما هي للبيان كذلك وله أخ أو أخت يعني في رواية سعد من أم وأمر مجمع لي أنه لابد يكون في هذه الآية أنه أبناء الأم واحد أو مثلا في ثلاثة أيام متتابعات يعني في قراءة ابن مسعود هذه كلها تكون قراءة يعني مدرجة للتفسير في قراءة تكون شاذة ليست للتفسير لكنها خالفة رسم المصحف وما خلقت ذكر والأنثى والذكر والأنثى هذه قراءة تكون قراءة شاذة حتى لو كان إسنادها صحيحا فهي قراءة شاذة باعتبار أنها خالفة الرسم العثماني إذن عندنا الآن في قبول الرواية لابد من صحة الإسناد ولابد أن تكون موافقة للرسم ولابد أن تكون موافقة للعربية وبالتالي هذه القراءات الموجودة الآن السبع أو العشرة هذه اجتمعت فيها هذه الشروط أهم شيء عندنا أن القراءة تكون عن طريق التلقي ما يفتح إنسان كتابا من الكتب ويقول أنا أقرأ برواية فلان أو برواية فلان عن فلان أو بقراءة فلان لا لابد عن التلقي لذلك ابن مسعود كما أخذنا في رواياته السابقة لما يقول نظرت إلى القراءة فإنما هي في قول أحدكم تعالى وهلما وأقبل فقرأوا كما علمتم ولما جاء على القمى إلى الشام وسمع أبو الدرداء بقدومي قال كيف كان يقرأ صاحبكم كذا قال كان يقرأ كذا قال أخذتها من في ابن مسعود قال نعم قال وأنا أخذتها من في رسول الله إذن لابد من أن تأخذ عن الإمام بالتلقي فليس القراءة بالتشحي وليس القراءة كما يريد الإنسان إنما هي رواية عن الله تبارك وتعالى فأحسنوا الرواية أي إنسان لابد أن يتعلم القراءة من مقرء متقم ولا سيما ما تصح به الصلاة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والرحمة لهذه الأمة وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته